الأكسيو ابنديكولر مزلز هي المزلز التي تربط الأبرلم أو الأبنديكولر سكيلتين التي هي واحدة من هنا الأبرلم مع الأكسيو السكيلتين الذي هو سكيل سبيناو كورد وربس هذه فكرة الأكسيو ابنديكولر مزلز اليوم لدينا البوستيريو أكسيو ابنديكولر مزلز تابع المحاضرة ونرى ماهما موسيقى مساء من الشباب و بناتكم اللقاء تابعني اليوم حضرتنا ستكون عن المسلس المسلس اللي هي المسلس اللي ستكون بالمسلس واللي راح تربط الابرلم مع الترانك او مع الاكسيال بهذا المعنى طبعا هذه نمبر فور مثل ما قاعد نشوفها عبارة عن اسكابيولر ريجن بالمصدر قايل يعني هذا كل المحاضرات السلية راح تكون قبل الاكسيلا مطيها عنوان انه البكتورا اند اسكابيولر مصلس طبعا البكتورا المصلس اتفق المحاضرة السابقة كانت على البكتورا المصلس ولكن السكابيولر مصلس ما موجودة يعني هاي اليوم اللي راح ناخده المصلس اللي راح ناخده اليوم ما متسته فقط يعني ما موجودة فقط بالسكابيولر وانما موجودة تقريبا بكل الظهر بغطي تقريبا كل الظهر فنلاحظ انه مثلا هذه ترابيزيز هنا الاتسماسدورس هنا يعني مغطية كل هاي المنطقة هاي المنطقة كلها مغطيتها اوكي ذني المصلس اللي راح ناخده اليوم مغطية كل هاي المنطقة طيب معناتها انه اليوم راح ندرس الباك لا مرح ندرس الباك الباك اقو بعد يعني ميزمة غير للبك غير للبك ظني الميزمة يشتغل بشكل أساسي على الأبرلم لا يسير محرق réussi على الأبرلم ما أن يعمل على الأبرلم ؟ يعني أن يحرك الأبرلم لا يحرك البك لهذا المعنى لهذا السبب عالميا Base والتفق اللي أنطرم الاناتوميس انه يصنفون ظني الميزمة جزء من الأبرلم وليس جزء من البك بأنه يشتغل على الأبرل بهذا المعنى كأفر ريفيو عن البوستيرير أكزيو أبندكولار مصولز نحن لدينا 5 مصولز 5 بوستيرير أكزيو أبندكولار مصولز سنقسمها إلى 2 sub-divisions أو 2 groups اللي هنه السوبرفاشل أكزيو أبندكولار مصولز أو السوبرفاشل بوستيرير أكزيو أبندكولار مصولز اللي هنه الترابيزيوس والاسباس دورسي وعدنا الديب group أو الديب أوستيرير أكزيو أبندكولار مصولز اللي هنه اللي فيتر اسكابيولي أو اسكابيولي حسب اللفل الرمبويد ماينور والرمبويد ماينور ذنه 3 مصولز رح يكونن ديب والتو مصولز رح يكونن سوبرفاشل مبدئيا رح نبلش بالسوبرفاشل أوكي أكزيو أبندكولار مصولز اللي هنه السمس دورسي هو الترابيزيوس ونبلش أول شي بيه الترابيزيوس مثل ما قاعد نشوف أدنه هنا هذه هي الترابيزيوس نرسمها حتى تكون أوضح طواني أوكي هذه هي الترابيزيوس معنى الترابيزيوس جاية من الترابيزيوم 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 معناته الشكل المعيني أوكي ما قاعد نسم صح أو لا بس هي هيتي مهم افترضوا أن هذا الشكل المعيني افترضوا يعني فهي الترابيزيوم يعني معناته أنه الشكل المعيني الشكل المعيني فبمعناته أن العضلتين لما يكونن مع بعض يضطن شكل بالظهر من يتم تقلق يعني من يتقلصها يضطن شكل بالظهر أنه ترابيزيوم بشكل معيني بعض المعيني فهذه الترابيزيوس نحن نتعرف على نقاط مثل ما تعرفنا بالمحاضرات السابقة أن الترابيزيوم ما لاتهوين الانورفيشن والأكشن وإذا عدنا التست كيف نفعلها التست أو الكلينيكال براكتس يعني عنها التست كيف نفعل التست أن المسل فنكشنل أو لا هذا اللي رح نتعرفه اليوم عنه أو اللي رح نتعرفه عن ترابيزيوس طبعا هذه الصورة شوي أوضح أوكي وأدق عن هذه المسل فنلاحظ أن المسل طبعا اتصالها رح يكون ستتصل بالسكال ستتصل بالسكال ستتصل بالسكابيولة والكلافكال أيضا فقعدت تتصل بأربع مناطق أربع مناطق رح نشوفها شوي أنه هي مو أربع مناطق بشكل فعلي ولكن القصد أنه السكال الجمجمة والعمود الفقري واللوحة الكتف والكلافكال عظمة ترق وكل دنيا قعدت تتصل عضلة واحدة قعدت تتصل بكل دنيا فهذا يطينا يطينا فكرة أن هذه العضلة أولا لها أهميتها لأنه متسطة بكل هاي النقاط أيضا أضلة قوية وتأدي دور مهم بهذا المعنى فهذا اللي رح يتبادر إلى أذهاننا من نعرف أنه هي متسطة بهاي النقاط كلها أول شيء إحنا رح نقسم الأضلة إلى ثري بارتس ثري بارتس أول شيء الـ اللي هنا معناته النازل فالـ اللي قاعد ينزل من الـ ومن الـ وينزل يتصل بالـ وبالـ السكافيولة أو سنرى أشواء والـ السكافيولة اللي نسميه هنا أما عندي المدل سيكون بالمنتصف بالمنتصف مع بين السكافيولة والـ والـ السكافيولة أيضا عندي الآن يأتي من جوة ويتتصن بالـ السكافيولة من جوة اللي هو هذا السكافيولة وقاعد يرجى أن يتصن بالـ السكافيولة أسنننج مدل ودسننج ذنين الفايبرز كل واحد من ذنين الفايبرز إلى وظيفة مختلفة عن الثاني وخصوصا ووظيفتهم تختلف ممكن كلهم يعمل كعضلة وحدة ولكن سنعرف أن إلى وظيفة معينة تختلف بهذا المعنى فتقسيم تقسيم الأسننج والدسننج جاي على أساس الـ مالتهم الـ وبنفس الوقت جاي على أساس الـ مالتهم هذه النقطة المهمة طبعا الأزم عائلة أول ض Limited invade تقسيم تقسيم يلب الدخل تمسين على المصور مجرد ثلثة. مجرد ثلثة اللي هو هذا. ايضا قدنا النوع الثاني او الاتصال الثاني رح يكون هو اللي هو هذا رح يكون. يعني لو نخلي ايدينا اللي ورا رح نشوف انه اكو شي بروميننس مبين. اوكي مبين يعني كأنه شكل هيتش كأنه يعني كأنه هيتش شي بارز يعني تدعو بالله. يعني صار تقريبا بهذا المعنى. نيوكل لجامنت الثالث اللي هو هذا اللي هو هذا. مثل ما قاعد نشوف هذا اللي ترمينننت هو هذا اللي. عدنا ايضا الاسبانيس بروسسسي سيفين تو تي تو طبعا الاسبانيس بروسسسي ان ستعرف علينا إن شاء الله بالمستقبل إنه شنه هنا بالضبط ولكن هو جزء من الفقرات الآن تتصل بالترابيزيس تتصل بالسي سابن اللي هي آخر فقرة من المنطقة العنقية اللي هي السيرفيكال فيرتبري أو السيرفيكال ريجين فآخر نقطة أوكي وتتصل بالثوراسيك تتصل بالثوراسيك فيرتبري كلهم بالمنطقة بآخر فقرة من المنطقة العنقية وبكل الفقرات الصدرية بهذا المعنى قدنا طبعا الديستل أتجمنت راح تتصل بالكلافيكال اللي هو السي سي سيدفيكال بوستيريا 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 البوستيريا بوستيريا يعني هذا الشكل مثلا ما قاعد اتباع لو تقدر توصفه يعني قدنا طبعا الأكروميان راح يكون هذا الجزء من الأكروميان اللي هو الميديال الميديال بوردر أو ذا أكروميان أو الميديو السوبرير السوبريرو ميديال أوكي بوردر مثل ما قاعد نشوف هذا الجزء أو الأسباكت ونكمل أيضا مع الاسباينس أو سوري الاسكابيولار سباين الاسكابيولار سباين من الاسكابيولار يعني الاسكابيولار بهذا المعنى ولكن راح يكون بالسوبرير اسبكت من الاسباينس الاسباينس كريست اللي هي الكريست يعني نسميه كريست هذا الشيء خدنا يعني بعوذرة السابقة فرح تتصل بكل هاي المنطقة هاي كلها راح تكون هي عبارة عن يعني الانسرشن طبعا الانيرفيشن مع هاي المصل ما جاي من الاسباينل كورد جاي من الحبل الشوكي جاي من الدماغ اللي هو الاسباينل اكسسوري نيرف اللي هو الكرينيل نيرف رقم داش احنا عدنا 12 اوكي يعني عدنا 12 رقم داش هو اللي راح يغذي الـ هذا الموتور 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 شنو؟ الموتور فايبرز يعني هسا انا من قاعد احرك هذه العضلة من قاعد احركها لان استخدم الموتور فايبرز يعني الموتور فايبرز هي اللي راح تحرك لترابيزيز ولكن عندي ايضا ادهى اللي هو اللي تكون يعني موجودة من السي ثري والسي فور اوكي ولكن راح تكون هذي مسؤولة عن السنسوري والابروبيو سيبتوف اللي راح تكون عن البين عن الاحساس بشكل عام عن السنسيشن ولكن الموتور يعني الشي اللي راح يحرك المصل هو جاي من البرين هاي فكرة المصل هاي المصل الوحيدة من الابرلم اللي يتحركها او يحركها شي جاي من البرين بشكل مباشر ايضا ادنا المين اكشن ادنا طبعا مثل ما قلنا ادنا طبعا مثل ما قلنا انه احنا قسمناها الى واسا قسمناها الى ثري بارت اول بارت اللي هو الديسنين بارت راح اللي هو النازل اوكي النازل من ال السكال ويتصل بالسكابيولا وبالكلافيكال هذا وظيفته شنو وظيفته هاي الحركة هذا هو اللي قاعد يسويه يعني ساي قاني هاي الوضع الطبيعي اوكي هذا اللي قاعد يسويه هو هذا او الديسنين بارت ادنا طبعا الاسنين بارت قاعد يسوي العكس هاي الحركة قاعد يามciąولا عنها اللي هو الاسنين جرائي او بارت اللي هو ينقเข ukريها الحركة قاعدا المدل اوكي اللي مش راح يسوي رتهاكشن هاي currently هاي السعن mandi هاي الحركة اللي قاعد ارجع يعني رجع الاسكابيول اللي ورجع كتفي اللي وراء قاعد أسوي له Retraction أو Retrusion يعني قاعد أرجع اللي وراء هو هذا رح تسويه ال Middle Part أو كل الترابيزيس ممكن كل الترابيزيس تساعد به ولكن بالشكل الأساسي هو ال Middle Part أيضاً ال Descending والأسنة يعني الثانات هن شو رح يسوّن رح يسوّن أو رح يشتغلن على إنه يسوّن Rotation للسكابيولة فشو رح يسوّن Rotating Glenoid Cavity Superior يعني رح يسوّن هاي الحركة هاي الحركة Elevation أوكي أنت قاعد هسا تقول هاي Elevation أي أوكي Elevation مثل الحركة الأولى ولكن اللي قاعد يصير شنو من أن قاعد أسوي هاي الحركة هاي الحركة حسناً ما قاعد أسوي قاعد الشبابيولة.. الشبابيولة قاعد أفره الشبابيولة قاعد أفره لا ننسى الحركة الأولى شو رح يسوّتها الشبابيولة قاعد أفره ال Glenoid Cavity قاعد يفتر قاعد يفتر Czyli هنا sort Height هذه هذه الأكشن اللي راح تكون مع بين والأكشن هاي فكرة يعني أيضاً عدنا حتى نسوي لها تاست المسل ببساطة أنه طبعاً من نسوي تاست المسل لأنه هي المسل الوحيدة من الأبرلم اللي قاعد يغذيها الأكسساري نيرف أو الأكسساري نيرف اللي هو نيرف فإحنا قاعد نفحص هذا النيرف ممكن نفحص الترابيزيس وممكن نفحص هذا النيرف بشكل أساسي فاللي نسوي الشنو؟ إنه واحد اللي هو الأكسساري نيرف راح يخلي إيده أو راح يخلي ثقل على الشولدر مالتي وأنا راح أرفعه يعني أنا راح أرفعه غانست رزيستنس هذا البانا يعني هاي الحركة راح أسويها ولكن إيد الأكسساري نيرف راح تكون على كتفي حتى تنزله هاي الفكرة يعني إذا كل شيء ما شيء طبيعي فرح أشوف أكو عضلة قوية قاعد ترفعه ترابيزيس عضلة قوية راح أشوف أنه أكو قوة أيضا إحنا ممكن نسوي يعني ممكن نسوي التاست أنه هل العضلة يعني قوية إذا عضلة كانت قوية هي بشكل طبيعي لازم تكون قوية فإذا كانت ضعيفة لدرجة أنه يعني خافي يعني بس أخلي إيدي ممكن بس أخلي إيدي ينزل الكتب ما للبيشنط أو ما لهذا البيشنط أو ما لهذا البيشنط فرح تكون طبعا هي يعني فكرة أنه أنا أكدر من أتلمسها أكدر أشوف أنه العضلة متقلصة ولكن هي أنه أنا أكدر أبحثها مجرد أنه أشوف قاعد يرفع لأنه هي المين اللي راح تسوي المين إليفيتر تقريبا لل يعني للسكابيولة أو للشولدر بشكل عام ننتقل للعضلة الثانية اللي هي اللاتسمس دورسي طبعا اللاتسمس دورسي هي الأضلة الثانية من السوفرفيشل بوستيرير أكزيوبنديكولر موسولز راح تكون هي هاي العضلة هاي العضلة اللي قاعد أحوضها ارتباطات هاي العضلة شنو؟ ارتباطاتها أول شي راح ترتبط بال العمود الفقري راح ترتبط أيضا بالسكابيولة من جواب الانفرير انجل مالتان اللي هنا تقريبا ارتباطها راح تكون كل شيء بسيط يعني بالسكابيولة من بشكل أساسي يعني و راح ترتبط بالهب بون اللي هو العظم العظم يعني عظم الورك اللي هو الهب بون و راح ترتبط بهذه الفاشة هذه اللي قاعد نشوفها الفاشة هاي ثيكند فاشة و راح ترتبط هاي كلها راح تجي و تسوي انسيرشن وين بالارم هاي كل الفكرة يعني فهاي ارتباطات العضلة يعني هذه العضلة أيضا جدا قوية هذه العضلة جدا قوية فلازم يكون لها ارتباطات الانسيرشن ورجم ما لازم يكون قوي ايضا ادنا هذه صورة اخرى عن العضلة نفسها مثل ما قاعد نشوف هاي ارتباطها راح يكون بالهيومورس هذه الانتيريور طبعا ترتبط ايضا بالثري أو فور انفيريور ريبس مثل ما راح نشوف بقى شوية بدنا هذه ايضا هذه صورة اخرى عن اللاتسميس دورسي مثل ما قاعد نشوف اوكي بهذا المعنى يعني هذا الجزء طبعا قاعد يكون سوبرير هذا الجزء من ترابيسيس قاعد يكون سوبرير او سوري سوبرفيشل للاتسميس دورسي هاي ارتباطات العضلة وانها ترتبط البروكسيمال اتوتشمنت لاتسميس دورسي اول شي سباينس بروسس بقى شوية بقى شوية بقى شوية طبعا هنا لازم يكون قوس سيدخلي مثل ما قاعد نشوف بالصورة انه قاعد T8 و T12 ما قاعد يعني هي السادسة تقريبا هاي اوكي هو منبلش مننا وصراحة يعني انا فكرت بالموضوع انه السكابيولا هو ينتهي بال T7 تقريبا ينتهي بال T7 يعني ما اقول انه هاي تصرف اقل السكابيولا انه هذا الشي صراحة ممكن اتقبلته بس ايضا قرأت بمصدر انه قاعد يقول اكو variation احنا فكرة variation احنا كطلاب ما مطلب منه كلش نفكر بال variation ولكن هزم نفهم انه اكو شي اسم variation موجود يعني تغير يعني مثلا ممكن انتهي انتهي اللي قاعد تابعني الانسرشن او الاريجن قاعد يبالش من T7 مو T8 بينما انا بالنسبة لك قاعد يبدأ من T8 مثلا هاي ايش ايش فهذا variation موجود اكو احيانا اعضلات كاملة موجودة بالجسم مثلا انت عندك انا ما عندي اكو اعضلات معينة انا موجودة عندي اكو اعضلات بالسعاد رح نشوفها بال4arm بالمستقبل انا ما موجودة عندي هاي اعضلة اكو احيانا تكون موجودة بالleft وموجودة بالright that's it يعني فاكو variation كبيرة قاعدنا طبعا الثراكو لامبر لامبر فاشا اللي هي هاي الفاشا هاي البيضة اللي صعيرة قاعد تكتبط بال بالاليكي كريست اللي هي الاليام اللي هو جزء من الهب وقاعد تكتبط ايضا بهذه اللامبر اللامبر بهذا المعنى فهاي هي الثراكو لامبر فاشا اللي هي عبارة عن ثكند يعني مو فاشا هي مو جرد فاشا وانما ثكند تكون ثخينة كي تكون ثخينة تتثخن بهاي المنطقة السكثخينة مو فاشا رقيقة لا فاشا ثخينة ورح نشوف هاي الشي رح نتعرف على هاي النقاط بالمستقبل انه ايضا ادنى بالثاي اللي هو بالفخذ ادنى ايضا انه اكو مكان يصر الفاشا الصرتخينة فنطيها تسمية ثانية عصا متصر بعد تسمية تبس فاشا وحتى بالهاند رح نشوف بالرست ايضا رح نشوف هذا الشيء فالاليكي كريست اللي هو من الهب وادنى ايضا للانفيرير ثري او فور ريبس الاضلاع اوكي اخر اربعة او اخر ثلاثة رح ترتبط بيهم ايضا مرتبطة 100 الف شغلة رح ترتبط بشغلة واحدة وهي الفلور أو الانترتيبركولر هذه اللغة تسمى دورسي قاعد ارتبط هنا هذه الفكرة يعني ارتباط طبعا هذا ارتباط مقليل ارتباط قوي ارتباط قوي لأنها العضلة تحمل اوزان عالية تحمل اوزان عالية وزن الجسم كلها تحمله فالعضلة جدا قوية ولكن اتصالها سيكون فقط هنا وايضا لو نريد ندرسها يعني كميكانيكس على ناحية ميكانيكية فهي العضلة اتصالها هنا قاعد يطيها ميزة يخليها قوية بأداء وظيفتها رح نشوف المستقبل أنه يعني عضلات تكون صغيرة صغيرة بينهم هاي العضلة صغيرة معقولها قاعد تكون هي المين مثلا هي العضلة الاساسية التي تسوي هاي الحركة بينما اكو عضلات ثانية اكبر منها ايضا تسوي نفس الحركة ولكن مهي المين مهي الشي الاساسي وهي العضلة الصغيرة هي الشي الاساسي لماذا؟ بسبب انه الزاوية اللي قاعد الزاوية اللي قاعد تتقلص بها الزاوية معلتها هي اللي قاعد تطيها هاي القوة اوكي الزاوية زاوية الحركة بهذا المعنى طبعا الانيرفيشن اذا كان نيرولوجيكال اذا كان مسألة يعني بالمسألة عصبية يعني بالنيرس فرح نعرف انه هو C7 و C6 طبعا المين اكشن التنزل ابداكت يعني تنزل ابداكت يعني ترفع اكستاند اللي هي هاي الاساسي يعني تصير هذا الاساسي و ميديا اللي روتايت طبعا احنا قدنا مسبقا ان البكتوراليس مينجر هي الروتايتر اللي تسوي روتايتشن لالهي الحركة هاي الحركة قاعد تسويها البكتوراليس مينجر صح بس احنا بالجسم ما عدنا عضلة وحدة بسي اللي تقوم بالمهمة لا هكو عضلات يعني هاي الاساساسي الزورسي قاعد تساعد البكتوراليس مينجر بهاي الحركة ولكن بالمقابل انه هاي الحركة و انا قاعد ارجع ايدي لورا بهاي الحركة مثل ما قاعد تلاحظون انا شون اللي قاعد أسوي قاعد أحرك او قاعد أسوي ميديا روتايتشن لهم اهنا البكتوراليس مينجر ما رح تشتغل هاي الحركة ما رح تراجع اليورا يعني بقدر اللاتسمس دورسي اللاتسمس دورسي اللي رح تتحكم بهذا الشيء اكثر من البكتوراليس مينجر بهذا المعنى ايضا عندي هذا الاداكشن الاداكشن اللاتسمس دورسي الاداكشن قوي يعني قوية اوكي بهذا المعنى ايضا الاكستنز قاعد يسوي اكستنز قاعد يسوي اكستنشن اوكي للهيومرس ولكن كل ذني الوظائف كل ذني يعني اكو مثلا الاكستنشن يعني المين نحن نعرفها بالمستقبل انه منه المين بالضبط خرح الشيء سنعرفها بالمستقبل ولكن نحن نشوف بقى شوية من رح نتقدم بالدراسة سنشوف انه اكو عضلات قاعد تساعد نفس الحركة يعني اكو عضلة وثدين وثلاثة قاعد كل يساعد نفس الحركة اكو واحدة بيهن المين واكو البقية تكون يعني تساعد ممكن تكون ممكن تكون تساعد بالحركة بهذا المعنى فاشن نتعرف عليه بالمستقبل ايضا يعني هاي تمرين العقلة هذا التمرين اللي انه ألزم شيء يعني اعتلبت شيء وارفع جسمي كله اوكي هاي الحركة مسؤولة عنها اللي تسمس دورسي هاي المين اكشنز اه قدنا طبعا how to test this muscle حتى نسوي لها التاست احنا شرح نسوي رح نسوي بـ 90 درجة ورح ننزل رح ننزل يعني رح نتخلي الـ patient او person ينزل ادتاكشن against resistance اذا كان كل شيء ما شيء صح فرح تكون يعني رح نشوف انه هاي المين دورسي يعني السابق يعني متقلصة اكتا قلص يوجد عضلة فهذا اللي رح نعرفه اوكي من خلال بـ لماذا من خلال بـ بس هو مو بس يعني راح نشوف انه ايجل شخص قوية كي قوية اذا تكون ضعيفة يعني معناته ممكن انه قاعد يسوي بس بالبكتوراس مايجور اذا كانت قوية لقم بينه انه ايضا 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 اكو عبالة ثانية قاعدت تشتغل ولكن ايضا البالبيشن مهم انه نصوي البالبيشن هتنتأكد مية بالمية اه فمثل ما قلنا اذا انه كل شي مشتغل تمام فها تكون بالبيتد بهذا المعنى انتقل الديب بوستيرير اكسيو ابيديكولر ماسل اللي راح تكون اول ماسل عدنا اللي فيتر اسكابيولي اه طبعا هذه المسل مثل ما موجود مثل ما اسمها مذكور يعني انه الغاية الاساسية منها يليفيت اسكابيولا يعني تسوي ليالسكابيولا ولكن مهي المين حتى لو هي اللي فيتر اسمها او ليفيتر ولكن مهي المين اللي فيتر اسكابيولي راح تتصل بذني الفور ستتصل بذني كلهن اوكي ذني اللي هي الترانسفيرس الترانسفيرس بروسس 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 كل ذني راح تتصل بهن وذن طبعا هاي الهي 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 الدستال اتاشمت راح تكون بالسوبرير انجل يعني جزء من الميديال جزء من الميديال بلدور و جزء من السوبرير انجل بالسوبريرس بهذا المعنى ايضا ادنا طبعا هذه هذه اللي فيتر ليش مهي هاي اعضلة ثانية تماما يعني طبعا انا ماتن صراحة اول ما شفتها انه وقت اول ما شفته حتى هسا يعني اليوم لما سويت المحاضرة قلت انه ليش مهي هاي ليش هاي ببساطة ان هاي متسطة بالاسكابيولا عندما اذكر المسل حتى اعرفها انا لازم اكون حافظة هنا وين متسطة هاي متسطة بالاسكابيولا هاي ما متسطة بالاسكابيولا اولها جاي يما اصلا وما اقدر اقول عليها هي اوكي بهذا المعنى طبعا المسل اتاشمت يعني عرفنا انه هي السي وانتو سي فور كل ذني الفور سيرفاكال الفيرست فور سيرفاكال فارتبرا تتصل بالترانسفيرس بروساسز ما لاتهن وتتصل ايضا بالسكابيولا مثل ما قاعد نشوف وتتصل ايضا بالميديل الجزء من الميديل بوردر وجزء من السبريع انجل تقريبا كل السوبرير مثل ما قاعد نشوف ووجزه أيضا من الميديال بوردر مثل ما قاعد نشوف أيضا عدنا النرف 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 ستكون دورسل اسكابيلر نرف دورسل اسكابيلر نرف وهو C4 و C5 ما قدنا طبعا C4 و C5 معنا واحدة مين و واحدة مين لأثنينة نفس الشيء C4 و C5 والدورسل اسكابيلر نرف ضروري أن النرف ممكن تنسى بالضبط وين الانسرشن ولكن أبدا لا تنسى الانرفيشن أبدا لا تنسى لأن الانرفيشن سنستفاد منه ليس فقط كأناتومي لا كالشيء يعني الشيء أنه نشوفها بالتاست أنه مريد نسوي تاست لهذا المصل أو تاست مثلا احد النرف نفحص فضروري أنه نتذكر العضلات اللي قاعد يسويها فالانرفيشن مهم لازم تهتم بي بشكل كبير والروت مهمة جدا راح نشوف راح يكون مهم أنه تكون حافظين ذنين يقولهن راح تفسر لي أكثر راح تطيني تفسير أعمق اللي قاعد نقوله هسه طبعا أيضا السيربيكال نيرف السيربيكال نيرف مهم الى هو سيربيكال نيرف كل ذنين سيربيكال نيرف كل ذنين قاعد يسوي انيرفاتي لاليفاتر اسكابيولي هذه كل الفكرة من الانورفاشن إن المين اكشن إليفات اسكابيولا سأقوم بمين أيضاً روتات السيقلينا أو هوميرال أفريئر لي يعني هي مرة ترفع من رح تسوي إليفيشن للسكابيولا مرة تتقلص رح تنزل هذا يعني رح تسوي يعني إذا كان هذا السكابيولا فرح تنزلي جو هاي الفكرة يعني رح تسوي بينما كانت الأترابيسيس هاي شغلها هي إليفيتر رح يكون هاي شغلها بهذا المعنى ولكن هي مو عضلة قوية هي عضلة يعني صغيرة ولكن أكيد إلها أهميتها تعرف على هذا الشيء أهمية يكون عضلات صغيرة ولكن أهميتها كبيرة جدا أعترف على هذا الشيء بالمستقبل طبعا العضلة الثانية العضلات الثانية رح يكون إنهم عضلتين ولكن قريبات من بعض وإلهم تقريبا نفسها وتقريبا هنا واحد وتقريبا واحد وأشخاص معينين يعني هذين الأضلتين يكونن منتصصات بحيث أنه أضلتين إذا المعنى رح نشوف هذا الشيء طبعا عندي هذه يعني هذه هذه الرومبويد هذه الرومبويد minor هذا الرومبويد minor وهذا الرومبويد azul الماجور triangular تكون لجوه الماير هي هل رح ترفع الماير هي رح تشيل الماير يعني صار إحفظتها فالماير رح تكون solution رح تكون كبيرة أوكي رح تأخذ كل هاي المساحة تقريبا رح تأخذ تقريبا كل المناطق خطوش فالماير ид сп sozusagen زح تأخذن كل الماير خطوش فالمهم أنه نفهمها بهذا الطريقة عندنا طبعا الريمبويد سنأخذ أيضا فكرة أخرى هذه أيضا هذه الريمبويد هذه ماير وهذه كلها الماير شوف انه اكبر بثلاثة يعني بثلاثة اضعاف تقريبا يعني الماينر راح تكون تقريبا ثلث الماينجر فراح تكون الماينجر اكبر بثلاثة اضعاف مثل ما قاعد نشوف هسا الماينجر راح تتصل بالنجر وهذا الليجامنت اللي هو نفسه اللي تتصل به الترابيزيس فراح تتصل بالنجر وراح تتصل أيضا بالسبانس بروسسس بروسسس سي 7 و T1 يعني اثنين راح تتصل بفقرتين فقط او سباينس بروسسس راح تتصل بفقرتين فقط C5 و T1 اما الماينجر فراح تتصل بالسبانس بروسسسس بروسسسس Q3 T3 T4 T5 كلها اربع فقرات بهذا المعنى كلها تتصل بني نحن جميع شخص لذني التو مصرز أدنا طبعاً الدستل أتاتمنت الدستل أتاتمنت اللي هو الانسرشن يعني رح يكون بالميدال بورلر أو ذا سكابيولا هاي المنطقة كلها يعني من الروت هاي المنطقة هاي كلها المنطقة نسميها الروت أو سباينل أو سباين أو سكابيولار سباين فهذا الروت مالتا فنشوف انه الريمبويد مينر قاد تتصل تقريباً مكان الروت أوكي بمكان الروت الريمبويد ميجر هي رح تسوى الاتاتجمنت معلاتها رح تسوى الانسرشن معلاتها فرح نشوف انه هاي المنطقة كلها قاد تتصل بها بهذا المعنى نقدر يعني نشوف انه هذه تقريباً ثلث هذه ثلثها فنذكر انه الريمبويد ميجر ثلاث أضعاف حجمها ثلاث أضعاف حتى هي أدخن منها كثخن كسمك فهي أدخن منها طبعا أيضا أدنى الانرفيشن الانرفيشن ايهن اثناثها راح يكون الدرسال سكابيولار نيرف اوكي سوري الدرسال سكابيولار نيرف سنعقا أشوف الدرسال سكابيولار نيرف والروض سرح تكون السي فور والسي فايف كل ذنية الروتس ستتصل بهم او ذنية الروتس يعني اثنيناتهم كل هذه للرمبويل الماينجر والرمبويل الماينر اثنيناتهم اثنيناتهم فهنا يتعامل وكأنه عضلة واحدة ادنا طبعا المين اكشن الانكشن مالتهم تسوي ريتروجن للسكابيولة هذا الاسكابيولة الآن هذا وين اسكابيولة لكن هاي من اسويه يعني قاعد انا اسوي ريتروجن للسكابيولة روتيتز ايضا يعني ه احنا من قاعد يتخلصا قاعد ينزلا هذا قاعد يوسموا اشبه ومو هو الاسكابيولة يعني سانا من قاعدة اسوي دبراشن يقاعد انزل الاسكابيولة قاعد انزل فقط ايدي يعني ساني من انزل اليدهي ايضا قاعد اسوي يعني روتيت 재 GUILL über la IWA هذا الاسكابيولة سوف يفترهيج انفيرياري انفيرياري هذا الكلينويد قاعد يفترهيج يعني شنو يعني انفيرياري بهذا المعنى هذا منه مسؤول عنه واحدة من العضلات المسؤولة عنه اللي هي الرومبويتس ايضا ادنا فكس اسكابيولا مثل يعني مثل السراتس انتيريار قاعدت تثبيت في الثراثيكول قاعدة تثبيتها قاعدة تشتغل كفكساتر حتى نفعلها تيست للرومبويتمسلز التيست طبعا هذا الكلام كثير ولكن سنجعل هذه اليد بهذه الطريقة جسم او المريض سنجعل ايدك ونفعل هذه الحركة رجع الالبومونتك الوراء واني سأجعل ايدي على الالبومونتك اقول له ادفع اذا ادفع واشتغل كل شيء فاني راح اقدر اتحسس مكان الرومبويتمسل الرومبويتمسل راح اقدر اشوفها يعني سأجعلها بشكل بسيط يعني غالبا ما راح اقدر اشوفها انه هي مغضيها بالترابيزيس فما راح اقدر اشوفها بشكل دقيق ولكن راح اقدر اتلمس سأجعلها بشكل بسيط المحاضرة بحض الان كل هذا يلخص هذا الجدول هذا نصا من مور ايه نصا مين مور اه هنا انتهت عندي المحاضرة ما بقى شي عندي اقولة كل شي انتهى اه الفكرة الاساسية اللي اريد اركز عليها والي هي نقطة مهمة انه الانيرفاشن مهم للعضلة مهم انه انت تعرف الانيرفاشن مهم انه تحفظ السنور لا تقول النارس مو مهمة لا مهمة اوكي الدسل اتاتشمنت ويعني الاتاتشمنت مع المصل مو مهم بدقة انه انت تعرف من وين بالضبط بالضبط العضلة قائد يعني ترتبط ولكن ضروري انه تعرف بثان انه هاي الفكرة الاساسية انه الترابيزيس مثلا من تسطى بالسكال من تسطى بالجوم جوا من تسطى بالسبانال كولم سوري مرتبطة ايضا بالسكابيولا مرتبطة بالترابيزيس سوري مرتبطة بالكلافيكا كل هاي الامور مهمة انه على الاقل على الاقل يبقى بدماغي هاي الفكرة انه وين مرتبطة بياه بونس هاي الفكرة مهم ايضا الديستل يعني الاتاتشمنت معلتها لازم اعرف انه هي عابرة يعني الجوينس اللي هي عابرته يعني مثلا الترابيزيس قاعد تشتغل على اللي هو مو جوينس فعلي هو جوينس معمول بالعضلات وليس بالعظام اوكي فلازم اعرف انه هي عليها مفصل قاعد تشتغل هذا مهم اه فكرة الاكشن ايضا مهمة ايضا مهمة اهميتها باهميتها لانه اعني اريد اسويلها التاست لانه اريد ابحصها اريد اعرف انه مثلا من يجيني شخص انه ما قاعد يقدر يرفع كتفه هل هاي المشكلة وين طبعا رأسا مفروض انه 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 اعرف الاكشن مع هاي المصل مع الترابيزيس فرح اقول انه مشكلته بالترابيزيس هاي البساطة هاي الفكرة اوكي هاي الفكرة اللي لازم تركزون عليها لهذا المعنى اخذها ببساطة الاناتومي بسيطة الاناتومي بسيطة مو بالعلم المعقد يعني هو مجرد بيحفظ وبيتخيل بس تتصور الفكرة وخلاص الفيسيولوجي هو العلم يعني العلم اللي محتاج افكار محتاج انه انت تتعمق به او احيانا يمكن تحس انه انت ما قاعد تفهم شي الاناتومي السهل اخذها ببساطة اخذها بسيطة تغلقها سهلة بسيطة انه هاي المصل انت ما لا تهيجي الاناتومي لا تهيجي الاخشن ما لا تهيجي خلاص اتعقد المسألة هتقول انه صعبات معقدات ما ينفهم لا سهلات كل شي سهلات اخذها ببساطة رح تمشي الامور ااسف على الاطالة طوالت في هوايا وكان هاي المحاضرة انا ما اعرف اني استنتعت بيها ان شاء الله تم تستمتعون بيها نلتقي بمحاضرة اخر